أكدت وزارة الأوقاف أن صفحة الإمام والخطيب الإلكترونية على مواقع التواصل كالمنبر ولذلك فإنها ستنهي على الفور خدمة كل من يثبت تبنيه أو نشره ما يدعم الجماعات الإرهابية أو يروج لأفكارها ولن تقبل الأعذار الواهية وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من ديوان عام وزارة الأوقاف وليد هيكل مراسل أخبار مصر وليد بعد التحية أطلعنا على مزيد من التفاصيل حول بيان وزارة الأوقاف نعم عمر متابعون معكم من ديوان عام وزارة الأوقاف ومن داخل غرفة عمليات الوزارة وبالفعل عمر كما ذكر الخبر معك الآن أن وزارة الأوقاف أكدت مرارا وتكرارا على أن صفحة الإمام والخطيب هي كالمنبر ولا يجوز الإساءة أو استخدامها بالطريقة الخاطئة حول هذا البيان الصادر من وزارة الأوقاف دعنا نقترب منه أكثر مع الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف شيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف في بيان هام أصدرته الوزارة أمس أهداف استصدار هذا القرار خلال الفترة الحالية وكذلك التأكيد على أن صفحة الإمام والخطيب هي كالمنبر ويجب استخدامها الاستخدام الجيد نعم هذا البيان الصادر بالأمس من معالي أستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هو تأكيد لما سبق وهو أن صفحة الإمام ومنبره سواء بسواء لا ينفكان أبدا ولا يمكن أبدا أن يكون للإمام له شخصية على المنبر يتحدث فيها إلى الناس ثم شخصية أخرى عندما يخلو مع نفسه ويكون فيه على صفحته الشخصية لا يمكن أبدا أن يكون له رأي ورأي آخر ولكن هو يعني دائما يكون رأيه واحد ومتوحد ولا يمكن أبدا أن يكون يعني هناك اختلاف في وجهات وتباين في وجهات نظر من شخص واحد كما يؤكد هذا البيان أن الإمام قدوة وأن هذه المرحلة فارقة لا يمكن أبدا فيها التهاون مع أي إنسان يستطيع أن يزهر شيء ويبطن شيئا آخر والتهاون في أمر الوطن والتهاون في أمر هذه الأمور يعد خيانة كبرى لا يمكن أبدا أن السكوت عليها ولذلك جاء هذا البيان موضحا أنه قد يصل للأمر إلى إنهاء خدمة أي إنسان يكون له آراء تختلف عن ما يقوله على منبره على صفحته الشخصية شكرا لك وليد هيكل كنت معنا مباشرة من وزارة الأوقاف